مرحبا برج العقرب أهلا فيكم عندنا أربع الأخصان يريد أن يتواصل معاك بطريقة معينة ولكن أحس أن أنت هنا محاط في محيطك محاط بأشخاص ينتظرون منه الزلة ينتظرون أن يتشمتون فيه ما عرف ليش ولكن ما يريد أن يتواصل معاك بعلم من الأشخاص اللي ممكن يكونون أصدقاء أهل خماسيين والسيفين عند حيرة مشاعرة تجاهك متضاربة عند صراع داخلي الصراع يقول أكلمة ولا ما أكلمة لأنه يقعد يقول بينه وبين نفسه لو كلمت برج العقرب هل رح يرجع لي ولا مجرد أكون أضحوكة عند الناس اللي يعرفوني وعرفونه يتشمتون بي الناس أو مجرد يعتبرني برج العقرب رد اعتبار هل أرجع ولا ما أرجع عنده سؤال مهم سؤال كبير أشوف أتيت أرجح أوقات أوقات يكون مصم وإذا كنت أنت يا برج العقرب أنت اللي سحبت عليه وأنت اللي قررت أن تنهي العلاقة وتدخلوه في الانفصال فكأنما أهوهنية بيعرف إش كثر أنت ملتزم بالقرار اللي صنعته هل أنت فعلا كنت جاد هل كارت يسأل هل أنت كنت جاد مشاعرة تجاهك هل أنت جاد في انفصالك ولا في درس تريد أن تعلمني يا برج العقرب مشاعره متضاربة خليط من أيضا أحس أنه ما لليش أحس هذا الشخص قاعد يحاول يتقرب من محيطك بطريقة غير مباشرة يعني ما يقدر مثلا أو صعب أن يرفع السماعة يتصل فيك ولكن قاعد يحاول أن يكون في نفس الأماكن اللي أنت رتادها يكلم نفس الأشخاص اللي أنت تكلمهم يحتك بمحيطك بالأشخاص اللي أنت تشوفهم فكأنما عنده مشاعر شوق ولكنه واقف من بعيد السؤال اللي بعده هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا كرت القمر كرت القمر دائما يعني اللاوعي الأمور المخبية الأمور اللي إحنا ما نقدر نشوفها بالعين المجردة يمكن شريكك احتمال أنه برج السرطان أو من الأبراج المائية هني قاعدة أحز أو النارية شريكك قاعد ما بقلك يمثل وإنما قاعد يحط غشاوة على عينه عشان ما يتعامل مع موضوع الانفصال السيف الأول ولكن مقلوب لما يكون مقلوب لا معنى آخر وثمان السيف شريكك غير راضي عن الانفصال غير راضي عن الابتعاد ولكن يحس ما دل ليش هني أحس السيناريو أن برج العقرب هو اللي إما تسبب أو إما اختار أو إما استفز الشيء اللي بسببه صار الانفصال صار الابتعاد صار التغيير المفاجئ هني شريكك قاعد يقول لي صار تغيير مفاجئ ما توقعت الانفصال حتى لو كانت بيننا مشاكل حتى لو كانت في ضوضاء ضوضاء من المحيط تدخلات هني قاعد يلوم محيطك الأشخاص اللي حولك أنت يا برج العقرب فلا مو راضي ولكن يحس النسي في بيدك أنت أنت الوحيد شريكك يقول أنت الوحيد يا برج العقرب اللي كنت تقدر توقف هاي الأشخاص عند حدهم كنت تقدر أنك ما تتخلى عني كنت تقدر أنك ما تتنازل بسهولة على العلاقة تحارب من أجلي ترفع السيف تحارب من أجلي الكرة كانت في ملعبك وأنت اخترت بكل سهولة أهو قاعد يقول بغض النظر أنه صح ولا لا أنا أكلمك من وجهة نظرة أنه يقول لك أنت بسهولة اخترت أن ندخل في الانفصال من أن ننظل مع بعض ونحارب يحس أن الكرة في ملعبك لحد الآن لأن هنا في كرة القمر يقول لك أنا على اختيارك إذا أنت اخترت أن نحارب رح نحارب إذا أنت اخترت الانفصال وأنك تكون بعيد عني أنا ما بيدي شي يدي مقيدة فهو مراضي وفي نفس الوقت قاعد يقول لك ما بيدي شي عليك برج العقرب لأن أنت الوحيد اللي كنت تقدر أو لك سلطة أنك تتكلم في ذلك الوقت آخر سؤال ما هي خطوة القادمة الكوبين ملكة الأرض رح يستعين بشخص ستة الخماسيات أشوف كذا السيناريو برج العقرب عشان تكون صريحة معاك في سيناريو هني قاعدة أشوف أنه رح يستعين بامرأة عندها الكثير من الخيارات احتمال تكون خطابة احتمال تكون عندها الكثير من المعارف عشان توجد له شريك سريع مناسب مكافب أقرب فرصة ممكنة يمكن رح يهرب يهرب من وضع الانفصال بينكم عن طريق أنه بسرعة تعرف هاي النوع من العلاقات اللي نشوف ها مثلا قبل شهرين من فصل وفي شهر الثالث خلاص يدوج مرة ثانية هاي النوع من الطاقة بعد أشوفها ولكن السيناريو هذا مو للكلترا السيناريو الثاني أنه نعم يستعين بهاي المرأة اللي ممكن تكون خطابة أو تجد لها شريك ولكن ما يستعين بها من أجل استبدالك لا يستعين بها عشان يقرب بينك وبينها بدون ما هو يدخل يمكن أنتو عندكم هني أمرأة مشتركة بينكم كمعرفة كأهل كعندها تواصل معاكم مع الشريك رح يحاول أن يستخدمها ولو أن أشوف هني شريك يحب يكون ممكن برج درابي يحب أن يكون دسكريت أو كتوم ممكن يعرف عن تفاصيل علاقتكم ولكن بنسوأ لهذا الحل الأخير أوكي برج العقل هذه كانت قراءة المنفصلين خلا نشوف الحين العزاب أول شي مواصفات الشخص القادم في طريقك هذا أول سؤال عندنا تسعة الأكواب أول كلمة وأول إحساسياني من هذا الكرت لكم انتربنور اللي بالعربي ما عرف شوني ترجمته بالضبط ولكن هذا الشخص غير عن رجل الأعمال أو سيدات الأعمال هذا الشخص يوجد طرق غريبة عجيبة سهلة وميسرة فيها الكثير من استخدام التكنولوجيا عشان يحصل على الكثير من الدخل بشكل جدا سهل بطريقة مبتكرة بطريقة تعتمد على التكنولوجيا هذا هو الانتربنور اللي يوجد أفكار جديدة بطرق مختلفة ويوجد لنفسها يعني مثلا ما يقولك من أجل أن أصل إلى أهدافي في الحياة رح أصير دكتور لا يشتغل في أشياء عبيطة سخيفة سهلة المجتمع يستهين بها ولكن تتخلى الكثير من الأموال ترى الكثير الكثير من الأموال وأحس هنا عنده نوع من الاعتداد بالنفس أو شوية أنانية شوية افتخار بالنفس لأنه وصل إلى هذا المستوى النجمة احتمال كبير أنه برج الدلو ولكن طاقة الماء هنا ممكن تكون أيضا برج سرطان أو حوت هو أصبح حديث الشارع لماذا؟ لأن لأنه لدينا أيضا تسعة سيوف في السابق هذا الشخص كان مثل الشخص اللي دائما الناس والمجتمع والجيران يعيبون عليه يعتبرون مثل القصة التحذيرية لا تصورون مثل مثل فلان كان كسلام في المدرسة القصص اللي اللي اسمع أن فلان كان يرسب في المدرسة كان سيئ ترك الدراسة ما واصل دراسته فشل في حياته وتستمر الإصطوانة الناس قاعدين نشوفهم هنا في الماضي كانوا يتكلمون عن نوايد وعيبون عليه ولكن تسع سيوف تحولت إلى تسع الأكواب عشان شذي صارت عندي ردة فعل عنيف تجاه المجتمع ويدحب أن يتباهى بإنجازات تشوف كل الأكواب مثل التروفيز مثل أكواب النجاح الكاس اللي يعطونا المتفوقين أو اللي يفوزون بسباق تسعة قابلها بالضبط بتسعة فكأن ما راجع عند مشكلة مع مجتمع مع محيط مع الأشخاص اللي عيبوا عليه صارت عند نفس من عقدة النقص فهذا شيء إيجابي إيجابي أن الحين عند أموال عند نجاح ولكن السلبي أن هذا مبني على عدم استقرار وعدم ثقة بالنفس على خضلان على مشاعر غضب البنت تجاه المجتمع واللي حول لأن سمو يوم الأيام فاشل ولكن خلا نشوف وضع الحاضي وظيفة وشكل أربعة الأخصان الفول والرجل المعلق الأحمق هني عندنا هذا الشخص طريقة لبسه دائما مميزة طريقة مشيته كلامه حضوره دائما تختلف عن الآخرين ما تقدر إلا تلاحظه لا تنسي هني عندنا الفول مع النجمة كارت برجدل وما تقدر إلا أنك تلاحظه مختلف متميز مو بس بإنجازاته ومجال العمل اللي يشتغل فيه يعني أعمال حرة ولكن مجال جدا جديد غريب يمكن أنه مثلا يسوق عن طريق يوتيوب أشيات هذه في ناس كل عملهم أنه مثلا يأكلون عندهم قنوات يأكلون في قنواتهم على اليوتيوب وغيرها عن طريق هاي القنوات طريقة غريبة ولكن الدخل والمرضوط جدا جميل هاي الفكرة اللي أبي أوصلها لك هني فيه عياب من الناس عنده شيء أيضا بخصوص شعره دائما يتبع شوي قصة أما غريبة تصريحة شعر أما غريبة أما متميزة أما شاذة أحب يظهر شذوذة أو إنجازاتها شوي بطريقة ملابسة طريقة ملابسة ويت فيها بهرجة ويت فيها خلط بين ألوان غريبة أنزين ولكن الجانب الإيجابي أن طريقة التفكير أيضا جدا مختلفة عن المجتمع أحب أنه مثلا حتى يصبغ جانب من شعره بلون مختلف يعتمد على مثلا تاتو يعتمد على طريقة طريقة لبسه فيها شيء غريب أوكي ليس إنسان تقليدي أبدا 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 ما تحكم عليه مثل الآخرين وتفكيرك مو ضيق مثلهم كرس العالم تشجع تشجع كأنما مادر أحس ويد عنده هذا الشخص حتى لو ما كان برجدله عنده طاقة برجدله اللي قادم فيه طريقك أحب ويقدر الشخص اللي شجع أنه يقول له روح سافر قض وقت بروحك استمتع بروحك روح تعلم بروحك يعطي وقت خاص فيه عشان يتعلم وينمو بدون ما يخنقه بدون ما يحبسه بدون ما يقول له لازم تكون موجود في حياتي 24 ساعة وأوافق على جميع تصرفاتك أكسبه عن طريق هذا الأسلوب وآخر شي فارس الأخصان أنزين الفارس هو الشخص اللي يحمل الشعلة شعلة التجدد عشان تقدر أو تستطيع أنك تجاري شخص تفكيره دائما مبتكر وجديد ومتحضر تفكيره نظيف ومختلف لازم أنت تكون نفس الشيء لا تأخذ نفسك وعلاقتك معه بشكل ويجاد أحس هنا ويد الرسالة لك لما يأتي هذا الشخص لازم تكون مستعد أنك تتخلى عن العداد والتقاليد مثلا مثلا إحنا متعودين أنه لازم البنت لما تتزوج تكون حفلة دواجها كبيرة مع هذا الشخص عادي يقول لك أنا ما يهمني الحفلة أوكي مجرد العقد يكفيني أو ممكن العكس يقول لك أنا أبي حفلة الزواج تكون أكبر من اللي أنتم متعودين بها أكبر أفخم مستعد لازم هنا تكون مستعد أنك تجاري ومو سهل أنك تجاري عشان أكون صريحة معاك لأن أشوف ويد عند جوانب شادة وتختلف عن محيطكم عن المجتمع ولكن مع أحس أن مع بعض هنا رح تبتعدون عن بيئة شوي محافظة أو قديمة في التفكير رح تسافرون مع بعض تنتقلون أصير رفيقك في السفر كما هو رفيقك في الحياة ونشوف آخر شي جانب المرتبطين أول سؤال كيف يراك الشريك يا برج العقرب ملك السيوف الظهر اللي يستند عليه الشخص اللي دائما يلجأ له ويقول له عندي مشكلة كبيرة حاولت أن أحلها بروحي ما قدرت حان الوقت أن أنا أستعين بأقوى سلاح عندي من هو أقوى سلاح أنت يا برج العقرب في حياتي أنت بنسبالك أنه ما مثل المستشهر ما يسئلك ويدخلك في أموره طول الوقت يدخلك ويناقشك في أموره لما يحس أنه محتاج للنصيحة ممكن لك تتعامل مع برج هوائي ميزان وإن عندنا طاقة برج الدلو الميزان أيضا وعندنا الجوزاء أوكي ثلاثة الأكواب أنت عن طريق تصرفاتك العقلانية اللي يعتمد عليها اللي يقدر يستند عليها أنت تتمثل شفت المخدة المريحة اللي نتخيلها تكون من ريش النعام اللي تكون نهاية اليوم نستند عليها نحط عليها راسنا ونرتاح وننام أوكي ونعرف أنه في شخص ثاني رح يتحمل المتاعب المصاعب بدلنا أو رح على الأقل يكون معاننا نقدر نعتمد عليه أيضا نشوفي هنا عند طاقة أنت عندك طاقة يشوفك أنه أنت تبعد النميمة والقيل والقال عن علاقتكم أنت حازن لما أي شخص يأتي بأخبار كاذبة أو تلفيق بخصوص علاقتكم بخصوص الشراكة أنت جدا ناجح أنه تقطع بالسيف أي كلام أي محاولة للتخريب فهو مرتاح معاك وايد ما شوي القمر القمر كأنما من أحد مخاوفه أنه يكون مثلا يمثقل عليك أكبر أكثر من اللازم أو خلي أقول شريكك عنده يخوف أنه يعتمد عليك لدرجة كبيرة عشان شديقت لك حطك مستشار يعتمد عليك لدرجة كبيرة حيث أنه بدونك يصير ما يعرف يتصرف ما يعرف يأخذ قرار عنده نوع من الخوف أنه الحنبرج العقرب موجود في حياتي كل شيء مرتب وأفضل هذا الجانب الإيجابي شنو الجانب السلبي ماذا لو رحل ماذا لو فقدت ما أبي أكون ويد أعتمد عليك أكثر من اللازم وأصير ما أعرف أتصرف إلا معه هو يراك احتمال أيضا أنه أنت من النوع اللي يمكن تأخذ الكنترول كله في يدك وتريح لما تأخذ الكنترول وتتصرف وتقوم بالأمور أنت تريح ولك في نفس الوقت تصير عنده مخاوف أنه أنا أصير مثل المعاق مجسديا معاق في الحياة ما عرف أتصرف اللي بعد ما هي نقاط قوتك في العلاقة العربة الكلمة اللي سمعتها لما شفت هذا الكرت power couple العربة محتاج أحصانين بنفس مستوى القوة والصحة والجدارة عشان تمشي العربة تعني moving forward الحركة إلى الأمام بقوة ففي تناغم بينكم في توافق وكأنما هني قاعد أحس الأدوار واحد منكم وهو اللي يتحمل العب هاي من نقاط قوتك معه أن أنت تحمل العب لما هو يكون تعبان ولما أنت تكون تعبان هو يكون هني خلاص صار قوي بما فيه الكفاية أن يأخذ مرة ثانية دفة التحكم منك من جوانب قوتك معه تبادل الأدوار هنا أوقات مثلا أنت تكون أبيض هو يكون أسود الشلون في اللون لا فطريقة التصرفات واحد يكون هو الحكيم أو العنيد أو الحازم والثاني يكون اللطيف وتتعاكسون الأدوار دائما في تعاكس للأدوار والطاقة وتلقف هنا أيضا هذا شيء جدا إيجابي النجمة توافق هذا الشخص مو بش في توجهها لنا عندنا العربة رايحة مكان معين رايحة نقطة رايحة الاتجاه توافقه حتى في طموحه في أماني في أحلامه في الحياة اللي يقعد بينه وبين نفسه يتمناها ويتخيل أنه راح تتحقق يوم من الأيام مهم جدا أن الإحصانين في هاي العربة عشان تمشي بسلامة بقوة يكونون متواجهين لنفس المكان لنفس الشيء هذا من النقاط قوة علاقتكم وآخر كرت ملك الأرض مع بعض في بينكم توافق مادي عجيب يمكن أنت لحد الآن ما أدركته يا برج العقرب أو أدركته في ناس إحنا نقول بالطريقة الشعبية في ناس قدمهم علينا أو فعل دخولهم في حياتنا سيئ من يدخلوا حياتنا أشي تتكسر في البيت الأموال تتوقف عن التدفق سبحان الله أمور حياتنا تتوقف مو لأنهما سيئين مو شرط مو شرط حتى يكونوا حسودين وهم جديد أخلتهم علينا قدمهم ثقيل نقول أو قدمهم نحس أوكي وفي أشخاص نوافق بينهم ماديا حتى ويد ممتاز ويد فيه انسجام لدرجة أن خيري على خيرك يسوي مملكة مع بعض أنت تحصل ترقية أنا أحصل ترقية أنت يأتيك ورث أنا تطلع لي جائزة أنا تطلع لي مثلا هدية أنت أيضا تحصل على مردود عالي أموال تأتيك مع بعض مع بعض الفلوس تأتي لنا قدمنا خير مع بعض وعلى بعض هذا جال جدا جميل من علاقتكم وآخر سؤال كيف التوافق رح يكون بينكم لشهر أغسطس شهر ثمانية ستة الأكواب رح تكونوا نركزين أكثر في البيت في العلاقة الحميمة أو الارتباط بينكم بين بعض يعني وقت هادئ بما معناه وقت هادئ نقضي مع بعض بدون تدخلات بدون وجود أطراف خارجية ما نحتاج نكون دائما حول الناس منعزلين عن الناس مع بعض بلانس كرت برج القوس هني عندنا أيضا كرت لأبراج الترابية والكوب الأول هني التوافق اللي قلت لك عنه تبادل الأدوار مو بس تبادل الأدوار تبادل الأكواب خلال هذا الشهر مشاعركم رح تكون جداً متبادلة يعني حتى اهتمام الشريك فيك وانت اهتمام فيه رغبتها بقضاء الوقت خاص معاك انت فقط بشكل خاص بس أنا وانت رح تكون رغبة متبادلة بينك وبينها الكوب الأول احتمال كبير اذا تنتظرون حدوث حمل وخبر زواج حتى ولكن اشوف هني حمل لانه من الكوبين اللي في يد الملاقي هني يطلع لانه كوب واحد انه هني رح تكون في ثمرة للاختلاء وقضاء بعض الوقت مع بعض خصوصاً إذا كنتم متزوجين رح يكون ويحدث ان شاء الله حمل اذا انت في علاقة ولستون متزوجين رح يكون في ما دري تلميح من الشركة حسب بداية تلميح بداية يسألك عن ما هو رأيك في موضوع الزواج ولكن مثل الحديث الجميل اللي يفتح معاك يبين لك في جديتها ومشاعرها هذة هي طريقة التواثق بينكم